فالضعو دولة هذه اللحظة سوف يكون كثيرا على واحد دقاء تسمعي لكي يخرج الكرة الطريقة السلام عليكم أصدقاء مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم تاكسك بالدارجة سمحوا لدي اي مدى ما لحظة شي حاجة جديدة علما ان هذا الفيديو خاص بقندوس سوف يكون قريبا لكي الفيديو اللحنة السابقة اللحنة الماليح اللحنة اخر فيديو بطبيعة الحال ولكن هذه دولة خاصة لا يمكن ان يحظون شي حاجة فاليوم تجدد موعدنا بشأننا نتحدث عن قندوس الوافي الجديد الى قائمة والد الراقي في المنطقة المغربي في طبيعة الحال نحن لا نركز على تلك الأمور خاصة بالمهارات لكي يتدخل وكي يتعلق بالمهارات ولكن نحن نركز على الخدمة التي يقوم بها مع الفرقة وهذه الخدمة التي نتبقها مع المنطقة المغربي واذا ستقدم لنا هذه الخدمة اضافة او لا طبيعة حال من ناحية تاكسكية فقندوس كممارس في الدورة البلجيكية مع الفرقة جيدة شركة في الدورة الأوروبية هذه الموسمة تقصى ضد باير ليفر كوزين يعني وصلنا للأدوار المتقدمة كي يجاور رواح المغربي كذلك من نفس الفرقة له وأسامة العزوزي هذا اللعب هذا من موالد 2001 ما يجي الدور عليه نتكلم عليه خصوصا اذا تحطيت لأيحد المنطقة الشابب فسيكون فيديو خاص بيوم نتكلم الخيارات البشرية التي لدينا فكيف تعرف كل شيء لان قندوس هو قلب الدفاع وكذلك يمكنه على انه يلعب كظاهر ايمن يعني لاعب بوليفانو زائد ان الفرقة له في الرسم التاكسي كي تدخل بثلاثة اللاعبين في اللاكس ويكون قندوس لاعب وكذلك بعض الأحيان كي يغيروها الربعة في الخلف يعني كي يوالي وعند الجوج ديال اللاعبين في اللاكس وكذلك يجبر قندوس على انه لاعب اساسي وحامل بالزاب ديال الماتشة في رجلة الفرقة له بشأنك تخرج الكرة عن البناء التي تقوم بثلاثة اللاعبين في الخلف ويكون معاما بقندوس كما تلاحظوا في هذا المشهد وهناك تبدأ الفعالية للقندوس خصوصا في هذا البناء هذا اللي سنتحدث عنه فهنا في هذا المشهد هذا نشرح هذا الطريقة التي هي عامة وعندك سعر الطوب بقندوس وعندك سعر المنطقة المغربية هناك اللاحظة على ان الفرقة له تنهي لعب عن طريق ثلاثة اللاعبين في الخلف وهنا الفرقة التي تدافع في الوسط عن هذه الأساسي لنقل كرة الى الجهة اليمنى في تدرسي الحق والذي يوقف في الجهة اليمنى اعني تلك اللاعبين المدافعين بخصوصا كاملة ستتحبولنا تلك الجهة التي ستركت لها الكرة ولكن في نفس الوقت هذا اللحية يمكنه كله أن يلعب الكرة الى الجهة الاخرى يعني تتجاهها المقابل لقندوس بالتالي منه ستجل اللاعبين الذين يدفعون تتحبولنا كاملة وإذا رأينا من زاوية واحدة أخرى وغيرنا الجهة مثلا نفس الأمور كتراتها في الجهة الأخرى مثلا غيرنا المشهد وشفنا هذا المشهد في الفرقة عبتني كتزبني اللاعب عن طريق ثلاثة اللاعب في الخلف هنا مثلا الكرة لمشت إلى الجهة اليمنى هذا العكس دي المشهد السابق عند كل اللاعب الخصم الكامل الذي يدغطه والذي يدافعه كامل يتسحملينه والكرة ترى الطريقة التي هي سليسة بالنسبة لفرقة القندوس نحن ربط هذا المبدأ بقندوس ونرى هذا المشهد في مجدد الفرقة تتكرر نفس الأمور وهو البناء بثلاثة وقندوس هو الذي يعمل به هنا من جديد هذا اللاعب الذي شد الكرة سيمرر الكرة في تجاه القندوس كما نرى هنا تشد الكرة وثلاثة نطرة هؤلاء ثلاثة اللاعب الذي كان يدغطه والذي كان وقفه في المقدمة بالنسبة للخصم تسحبوا لنا هنا نرى قندوس الممر الذي كان عنده شاسع وفي نفس اللقطة نلاحظه كذلك هذا اللاعب على الضعب البيض كما نرى قندوس يجرى هذا اللاعب ومثبته له لكي يلقى هذا الممر كامل ويخترق فيه ويمشي فيه قندوس لكننا في المشهد وزيدنا وتعمقنا في هذه اللقطة وربطنا الأمور كثيرا كذلك في المنطقة المغربي هنا مثلا قندوس الذي أعطى الكرة اللاعب الذي ساقط في الجانب الملعب الذي أعطى الكرة لأنه يتراوح الاختراق محقق على الفرقة التي تدافع وهذا ما يتراف هذا اللقطة مثلا هو الذي تعرض له المنطقة المغربي في كأس العالم ضد المنطقة البرتغالية ضد المنطقة الاسبانية ضد المنطقة بلجيكية كذلك وهذه الصورة كما يترافون قدامكم بحالة مثلا في المشهد هذا يمكننا أن نقوم بعمل هذه اللاعب لفتح الملعب بالعرض هنا من جديد سيقع على نوع الاختراق الذي كان خاطر وقدر لأنه يحملو هذا الهدف وكسروا لنا الكتلة الدفاعية فهذا ما يتراو الصورة لم يتراوه فقط فقط بجأة ندوزه في الفيديو إما أنني أريد أن نصل إلى الهدف الذي أريد أن نشرحه فهنا في كأس العالم سوف نعب ضد المنتخبات التي ستلعب بالكتلة الدفاعية كما كنا ندفعه في كأس العالم سوف ندفع ضدنا في كأس العالم سوف نقوم بعملو استحوات كما تردوا بلجيكا كما تردوا اسبانيا كما تردوا بورتغال وكثير من المنتخبات لعبنا ضد الضغط فهنا سوف نقوم بعملوشات الكرة وعلى جدوس هذا البناء الذي يقوم بقندوس مع الفرقه لأن هذا البناء سوف ينفعه وينفعه بثيرا في تشتيت الدفاعات التي تدافع ضدنا وكما ينفعه بطريقة جيدة نكمل هذا في اللقاطات سوف نقوم بمقارنة مع اللاعبين المنطقة المغربية عندما ننفع لقاء الممارو ويأخذ 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 فترة ويأخذ لقاء الممارو الفرقه ويأخذ لاعب لم يكن لاعب هذا الاسلوب وكما يقول جواد الأميق ولكن جواد الأميق ليس ديمة ليس في حال ان ننفع لعب ثلاثة مباراة بهذا الطريق موسم كامل وهذا موسم الذين قبل كان لعب بهذا الطريق مختلف ننفع هذا المشاهد وهذا هو عبارة عن مثال حي لأنك تفهم شيء كامل واننفع الأمور الأخرى فأنا اتلاحظ على أن هنا نفس الامر تتعاود نفس البناء مطبق الى اخرى هنا الكرة قندوس يتعاود اللاعب الى وقتنا في المقدمة ستسحب لنا وهنا قندوس هو اللاعب في المنطقة الخصم يعني من المدافع الى مواجم وهذا بك تشوفه لانه من شكل خطور على الخصم وهنا سيقوم بلعب احد التمريلات بتالي تشكل واحد اختراق على الفريق المدافع فدبا بعد البناء ومبعد ما هو انطالق الى تلك المساحة التي تكون خاصة بالمنطقة الخصم هو من اللي يوصل تمشين الدور في ذلك اللحظة فالضغر في ذلك اللحظة سيكون تغفر على واحد دقة دقة التمريل لكي يخرج الكرة الطريقة التي هي صحيحة ويوصل الكرة الزمناء في ذلك المنطقة وهي خاصة بالكسر الدفاعية الخصم وهو كدافة يعني بخلاصة هو انه سيكون يخرج الكرة طريقة التي هي مزيانة طريقة التي هي صحيحة لكي الكرة توصل الى عمق الخصم الذي هو كدافة ويحدث الاختراق وهناك سالد الضغر القندوس ويقا وقف اللهر ويتفرش في الزمناء للكي يمكن أن تعملوا هذا المساعد نرى الإحصائيات التي توجد علاقة بدقة السمارير خصوصا نرى الدقة خاصة في المنطقة الخصم يعني نرى السماريرات التي يكونوا في المنطقة الخصم وليس في المنطقة الخصم لأنها موالي نايدة اليوم الفيلم لديها 17% كما نراحظه بمعدد 12 سماريرا في كل المباراة وهذه الإحصائيات التي توجد علاقة الدورية ولكن 12 سماريرا ولكن يحمل خطور على الخصم وتخرج منها تقريبا 9 التماريات لهم صححين يعني 9 التماريات التي تخرجهم صحح أو 10 نسبة إلى 77% فهذه النتجة التي هي طلعة كذلك عندما رأينا ديال اليوروب عليها عفوا نرى أن هناك يقوم بـ 14 تمريرات وكذلك 70% التي منها خرج صححة قدرنا نقول هنا تقدر تكون 11 تمريرات أو 12 تمريرات 11 تمريرات أو 12 تمريرات أو 10 تمريرات يخرج صححين ويحمل خطور على الخصم نفترض على أن خمسة منهم يحملوا اختلاقات للمنطقة العمليات على الخصم وثلاثة منهم يقدروا تمريرات أو جوج منهم يقدروا تمريرات وهذا كافي لأنك تحقق انتصار في هذا المباراة عدد التفاريق الذي يدافع بالكثلة الدفاعية وهنا نعمل مقارنة مع نيف أكرد وكذلك نيف أكرد في الدور الإنجليزي يخرج 3 تمريرات أو 10 تمريرات في كل مباراة ويخرج منها 62% التي هي صحيحة هذا معدل يبقى ضعية في مقارنة بالقندوس وطبعا العدد هذا في المنطقة الخاصة وليس في المنطقة الخاصة أما سايس في الدوري توركي مخرج في المنطقة الخاصة 15 تمريرات 67% التي منها صحيحة وهذا معدل ضعيف بثاف مقارنة مع القندوس التي تشاركها في نفس العدد التمريرات التي هم مخرجين في المنطقة الخاصة والتي تفوق على بثاف قندوس فشخصيا نرى أن القندوس سيكون إضافة كبيرة للمنطقة المغربي خصوصا في هذه النقطة الاستحواذ يعني أنت من الذي تقوم بالاستحواذ ستجد مدافع لك العب على هذا الأسلوب ومزيلا لأننا النوع وفي الأسلوب اللاعب التي يكون في السكوات حتى أي شيء تجدها بغيتي على أنك تستحوذ على الخصم وتندافع عنده كتدخل القندوس لكي يعونك على هذه النقطة بغيتي تستكدخل اللاعب لكي يربح لك جميع الالتحامات البدنية والهوائية واتحنا كنوصل لن نهاية الفيديو ديالنا كنتمنى أن الفيديو يكون مفيد ويكون مفهوم نطلقها في فيديوات مقبلة إلى اللقاء